فاجعت واجي الحياة ووفاة الأطفال الأربعة ومطالبات مركز المدني تتجدد وتفاصيل المؤساة الأليمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتح حادث وفاة أربع أطفال بعد حريق نشب بمنزلهم بمركز واجي الحياة بعسير ملف المطالبات باستحداث مقر للدفاع المدني فقد قيم الحزن على أهالي مركز الحياة التابع لمحافظة الفرشة بعد استفاقتهم على فاجعة مدوية قضت مضاجعهم معاقب نشوب حريق في منزل مواطن نتج عنه وفاة أربع من أبنائه وقال ابن عم والد الضحايا أنه بمجرد خلود ابن عمه وأفراد أسرته المكونة من أربع أبناء زكور وخمس بنات إلى النوم في منزلهم المسقوف بالهنجر في مركز واجي الحياة استيقظ على كارثة احتراق منزله بعد أن بدأت ألسنة النيران بغرفة الأطفال الأربع ليهب لنجدت أسرته ونجح في إنقاذ بناته دون إصابات ثم سحب طفلا آخر وأخرج وحمله وخرج به إلى جاره الذي نقله بدوره للمستشفى بعد ععد الأب لبناته وزوجته أخرجهن من باب البيت الخارجي ولم يستطيع بعدها الدخول لانقاذ بقية الأطفال السلاسة فجلنا جنونه وأبلغ الشرطة التي حضرت إلى الموقع وأبلغ الدفاع المدني الذي لم يحضر لموقع الحريق إلا بعد قرابة الساعتين وفق قوله وعقب وفاة الأطفال السلاسة إنا لله وإنا إلي راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله عز وجل أن نلهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا ليراجعون ننتم فأمن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته